أثابكم الله هذا سائل يقول ما حكم التصوير رسما وفوتوغرافيا تصوير حرام كبيرا من كبائر الذنوب مع جلة كثيرة من الحاديث الصحيحة ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم الكيفية التي يعمل بها التصوير سواء كان رسما باليد أو نحتا التماثيل أو التطاطا بالآلة الفوتوغرافية كله يسمى تصويرا أنتم تسمونه تصوير الذي يلتقق بالآلة يسمى تصوير مصور والشكل الذي تأخذه الآلة يسمى صورة والحاديث عام ما لم تخصص والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار كل مصور سواء في الرجل أو بالنحس أو بالالتطاط بالآلة الفوتوغرافية التي يسمونه الذي يخصص شيئا من أنواع التصوير ويستفيه عليه الدليل يجيب دليل يخصص نعم أما التعليلات والفلسفات ما تخصص بها الأحاديث نعم أثبكم الله هذا السائل يقول لكن قد يكون هناك تصوير يباح للضرورة انتبهوا قد يكون هناك تصوير يباح للضرورة والضرورات والضرورات تستفنى حتى ما يحج إلا بصورة ولا يسافر لأقاربه وبلده إلا بصورة هذه مفروضة عليه وهذا ضرورة يصور لا بس إلا ما قررتم إليه أما الصور التي لا يحتاجها الإنسان ولا يلزم بها فلا يجوز له ذلك نعم